إيه اللي بيحصل في الاقتصاد المصري؟ وإيه لما بتسمعوا مثلاً إنه اليوم كان طبعاً زي ما إحنا عارفين كان فيه مؤتمر وهذا المؤتمر الحقيقة أعلن دولة رئيس الوزراء مهندس طبعاً يعني أعلن النهاردة في هذا المؤتمر مهندس مصطفى مدبولي وأعلن الحقيقة عن الاتفاق اللي وصلت لمصر مع صندوق النقد الدولي وطبعاً صندوق النقد الدولي كان فيه الحقيقة مناقشات كثيرة جداً على فترة طويلة جداً وذلك على منح مصر قرد وتسهيل اقتماني ممتد وده ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والحقيقة خلينا نقول إنه كده مصر دخل على إصلاح اقتصادي عايزين نقول مرحلة جديدة مرحلة مختلفة والفترة دي حتمتد الأربع سنوات طيب ليه إحنا كنا بنحاول إن إحنا طول الوقت نعمل هذا الإصلاح؟ يرجعوا كده لـ 2016 للإصلاح الأول ولما المصريين حصل تحرير الصرف أو تعويم الجنيه زي ما بنقولها كده في الشارع المصري وقدرنا إن إحنا نعدي بهذه الحقبة والإصلاح فترة طويلة قدرنا نشوف تنمية على الأرض قدرتوا تشوفوا التبع وقد إيه كان فيه تنمية من الصعيد لإبلي البحري قدرتوا تشوفوا موانئ جديدة تمتد الخدمة المصرية قدرتوا تشوفوا مشاريع جديدة قدرتوا تشوفوا رقعة زراعية جديدة بتدخل في مصر قدرتوا تشوفوا مثلا إنه كان فيه تنصيق إن إحنا نحاول إن إحنا نحمي الرقعة الزراعية ويبقى فيه قانون للبنى في مصر يبقى مش أي حد دلوقت يقدر ياخد حتة أرض ويروح فارش بقى البنى وياكل الأرض الزراعية كل ده حصلوا تقنين وحصلوا يعني إعادة تاني وهيكلة قدرتوا تشوفوا مؤسسات كتير في الدولة حصل فيها هيكلة والهيكلة هنا كانت تعني إعادة المظام من أول وجديد وإعادة إدارة المؤسسات بشكل جديد كل ده خلانا يعني إيه نقول إن إحنا هذه الإصلاحات اللي إحنا كنا فيها دي إصلاحات خلتنا نقدر لما يكون الإقتصاد يحاول يتعافى يقف السوق يقدر يقف معاك استثمارات تدخل للبلد تقدر أنت تعمل سيستم أو نظام في كل مؤسساتك فتقدر الدولة في الآخر المحصلة النهائية الدولة تمشي لقدام والحقيقة المرحلة دي كانت زي ما قلنا كانت ماشية بشكل كبير وكنا شايفينها حتى هذه اللحظة لكن طبعا كلنا عارفين إنه مصر زي العالم مرت بكورونا ومرت بالأزمة الروسية الأوكرانية اللي إحنا شايفين النهاردة الحقيقة وبعد الحقيقة المؤتمر الخاص بي طبعا الاقتصاد المصري اللي تبعناه على مدى ثلاثة أيام والحزمة الحماية الاجتماعية اللي صدرت يوم الأربعة واللي هي كانت أيضا بتحاول تأدي خدمات للمواطنين وإن إحنا نكون بجانب المواطن المصري ومحدودي الدخل علشان نقدر كلنا نعدي هذه الأسباب اليوم الاتفاق مع صندوق النقد كان بإجمالي تسعة مليارات دولار منهم تلاتة مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة الاستدامة يعني إيه؟ يعني التنمية اللي هي بتبع على أرض مصر والمليار ده يقدروا يعمل التنمية اللي احنا بنشتغل فيها على أرض مصر فيه كمان خمسة مليار دولار من الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات الدولية الأخرى طيب حد مثلا هيقول طب إحنا الصندوق يعني والمليارات اللي احنا خدناها دي هتمثل إيه؟ لا هتمثل حاجات كتيرة تعالوا نقول مثلا إيه اللي بيحصل؟ مصر محتاجة الحزمة التامولية دي من صندوق النقد وبقية المؤسسات الدولية المعنية العالم كل الحقيقة بيمر بأزمة اقتصادية طاحنة وإحنا بنتابع وانتوا بتتبعوا وبتسمعوا ومصر محتاجة دعم الاقتصاد واستمرار الخطة اللي احنا قلنا عليها اللي مشيت بيها حتى من 2016 مع الإصلاح الاقتصادي الأول وكمان نكمل تعزيز القدرة والتنفسية الاقتصاد المصري وإفساح كمان مجال للقطاع الخاص وانتوا شفتوا قد إيه في المؤتمر الاقتصادي قد إيه كان فيه مطالبة وفيه يعني يعني عايزين نقول إيه فرص كثيرة جدا وطرح أفكار كثيرة جدا يقدر القطاع الخاص إنه يدخل فيها وإنه يبقى مع الحكومة بيكمل الدائرة الخاصة بتاعة الاقتصاد المصري إضافة كمان إنه القرد ده من الصندوق الدولي حيرفع إيه؟ حيرفع أولا عندك معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي اللي موجود في البنك المركزي وده مهم جدا وده حيكون بالتزامن مع إيه؟ قرار إلغاء الاعتمادات السندية للاستيراد وبالتالي طبعا والقرار ده أهميته في إيه؟ واللي حنشرحه النهاردة بالتفصيل بإذن الله في التاسعة أهميته بإنه حنمشي تدريجي يعني كان فيه قرارات خاصة بالاعتماد السندات المستندية ولكن حيتم بشكل تدريجي لحد ديسمبر المقبل بإذن الله